هاي مشاهدينا مكملي معكم بي ألايف وصار وقت فكرة ليفن ستايل هالفكرة اللي عم نحكي فيها كل جماعة على موضوع جديد خاصه بالانتيرير ديزان والدكوريشن اليوم معي علي حمود اللي هو انتيرير اركيتكت هاي علي هاي موضوعنا اليوم هو الماربل أو الرخام هالفترة عم نشوفه كتير عم يفوت بالبيوت بالأراضي بالحيطان يعني قبل الارخام كان إذا حدا نقى لبيته يقوله اف نقى ارخام في البيت شي فخامة اليوم عم نلاقي الماربل عم يفوت بكل الديكوريشن مع الأراضي فلورينج وولز تايبلز كتير عم بيكون شي حلو وكل الألوان بس نحكي أصلا عن الماربل عم نحكي عن صفستيكيشن أو لكجري وعم نحكي عن هاي مينتنس كمان لما يعني بيكون بيستعمل لهاي مينتنس بالمطارات بالباك سبلاش أو بالكاونتر بالمطابخ حتى بالمداخل بأي محل بالمولز أو أي شي وهو معتبر أنه ناتشرل ستونس وكل شي ناتشرل بقلب البيت بيعطي شوية حياة بيعطي بوزيتي للبيوت يعني عم نلاحظ حتى الألوان عم تختلف يعني عم بفوتوا كل شي في ألوان الأسود البينك عم بشوف كتير ماربل بينك ناتشرل ستون بينك مزبوط بتلاقي هيك في مشحات زرق مشحات جري عم بيكون هيدا شي كتير حلو هو أصلا الماربل حسب الانفايرمنت أقوله يعني إذا ما نبلش من الأول هو كيف يكون الأرض في عمرار الماربلز لو ننتفني بلو بلو جرين كل الألوان بالعالم فينا نستخرج منها رخام وحسب الديكور بالبيت عم ينحط كفوكل بوينت بالحيطان عم يتركز عليه للماربل بالحيط وهلأ كمين مثل عم تشوف يصير فيه ماربلز بيتضوّوا بيتضوّق فيهون هلأ تسنيو تريند كمين عم يتضوّق كاايلنز أو كحيطان كمين وبيعطي شكل كتير حلو بالبيت مظبوط حتى الايلنز يعني بالمطبخ بالمطبخ صح مظبوط عم نشوف هيدا الشي وبطل الماربل اليوم نشوفه نحس انه كتير شي أو أنه تمشي بالمود الماربل أنه بدي يكون شوي أكتر كلاسيك عم نحس أنه ينخلط الماربل وحتى السيل البوهيميان المودرن الكلاسيك عم بتحس أن الماربل كيف ما عم بتحطه عم يكون زابط هالفترة يعني واحد بيكون كيسر بين الطاولة على الطاولة مثلا حتى بالفرنيتشر عم يستعمل كمين ماربل وين ما كان فين نستعمل مثل ما قلت كمين على كونت التوبس لأنه بالمطابخ فين قص عليه هلأ في منهم بيشربوا شوية ماي بس بيقدر يعملون شي شو بقولوا أنه عناية ساعة ما بيقود بيشرب عم نشوف الصور اللي عم بيقطعوا معنا كزانون هون في خليط ماربل ثلاثة ألوان ماربل عندنا الباج اللي على الحيت والطاولة اللي هي على جرين والأرد اللي هي على دارك جري كمين الميكس سبعهم بتطلع ما بتحسون أوفر أبدا لأنه كلهم بيخاووا بعض مثل ما بيقولوا هو هيدا الحلو بيقدر الواحد يعمل كزانون ماربل مع بعض ويخلطهم مع بعض بيعطي شكل كتير حلو هيدا شو حمام كمين حمام حتى الحمام عم بيتخلوا ماربل قديش عم بيطلع حلو أنا عم حسطه أطير حلو بالحمام رائع مثل شفت الفينز كمان العروق يعني فيه بقلبهم أخدر هو بيس وايت صح أدافي فرايتيز أو ماربلز بالحياة أنا شخصيا ما عندي مشكلة دخل ماربل بكل شي اي اي اكيد كتير بيلاقي شي حلو للمطبخ لتاولي لقوت الأعادة حتى سلابز بالحيطان كتير حلو يعني إذا كنت لقي بديلع باينتينج فينا نحط ماربل لأنه كأنه إنه باينتينج بالحيط حتى وراه التاخت عم بيحطوا هلق ماربلز حتى عم بيضوون كمان هيك بيعطي شكل حلو مثل ما قلت لك كل شي ناتشرل حلو بقلب البيت وبتعرف شو كمان عم بشوف كتير وين ماربل مش بس بالانتيريور بالبيوت حتى بالمطاعم وبالفسادات طبع البنايات وبالفسادات طبع البنايات عم تلاقي أنه صار في ماربل يعني في مطاعم أنا لا رح نسميهم بس في منهم بتحس أنه كل الأرض ماربل هو اللي بيعطي اللاكجيري هو بيعطي هيك صوفيستيكيشن للمحل الماربل يعني من أكتر القصص اللي بتقل المحل هو الماربل مش سعريا بس أنه هو شكليا حلو حيدا الفينز اللي فيه سعريا بس فيه بايدوي من قليل يعني قد ما بده الواحد يوصل كيف الأسعار على أي أساس تغلى بالماربل حسب استخراجه يعني إذا كان كتير صعب يستخرج هيدا الماربل سعادة بيكون أكيد كتير غالي يعني لاتسي اللون البلو مثلا صعب يستخرج لأنه أعتنك بيستخرج من شيء حد الماء أو شيء أو حد البحر أيمين سأكيد رح يكون غالي وحسب إذا طلب كتير على ماربل مثل فيه هلأ كتير طلب على كالكاتة فيولا مثلا فيه بقلقة فيه بقلبة شوي بيربل هلأ كل شو حلو هيدا شفتها مش من زمان أو كتير مقرح كتير فيها نعمل البيت بأصحابك كتير حلو هيدا بيستعملوا أكتر هيك أكتر هيك أكتر هيك أكتر هيك أكتر هيك أكتر هيك لأنه شوي عجقة بس هيك تحفي يعني بقلب البيت تحفي مية بالمية صح كمان علي إذا بدأ نحكي بالماربل هلأ هون كمان بالصور عم بيقطع معنا الجولد اللي دخلوا الماربل اللي دخلوا يعني أندلس كولرز ايو فيك تخلطين مع أي شيء مع ماتل مع وود مع جلاس يعني هيدا هو الحلو أنا ما تحطيه لحاله هو الحلو أنه ينخلط مع كتير قصص طيعت هيك تقل شو بيعته يا فخام أكيد وحتى زكتت بالبيت يعني ما بيعته أنه هو كتير قوي يعني فيه واحد يعمل بالنس بالفين فيه يعمل واحد ماربل لاتسي خفيف وبالأرض لاتسي يكون شوي الفين في قوي سو بيقدر يعمل هيدا هون يعني نشوف المضوط صح هيدا اللي قلتلي عنه المضوط هلأ مش من هلأ من قبل شوي يعني فيه استعمال واحد بأي محل هو كمان بيجذب دغرة كتير هذا من حد القوضة تقعدة بحس أو سالون أو سالونات أو حتى الباكسبلاش بالمطبخ مثل ما محطوط هون وآيلند أو البارز بالمطاعم بالمطاعم والبارز صح لك هذا حلو كتير البار الماربل لا لا وليزم يكون فيه كريستال كرميل يضوي يعني لازم يكون فيه مثل هو سبحان الله يعني هو من لا بعتوا منه فيه هو الماربل اللي يتضوي لازم يكون فيه بقلبه كريستال طي يتضوع فيه بدي يكون شفاف يعني أوكي يعني مش كل الماربل بيتضوي فيه كواليتيز بالنهاية أكيد هاي هي على للأشخاص اللي ما حاب تدفع الأدغى اللي كمان عم نشوف آخر فترة فو ماربل بيسميه السيراميك السيراميك اللي عم بيضحط بس بيضلوا الماربل أكيد ما في شيء بتغير أكيد مثل زيركون والألماس نفس الشيء أكيد على اللي بيفرام فيهن بس اللي حاب يدخل هذا التوتش شوي يمكن بالبيت بمسافات صغيرة يمكن ما يكتر كتير لأنه بيبين أكيد إذا بده يخطي على درج أو بده يعمل شيء بانه قادر يفوت بتكريفة الماربل أكيد بيقدر يفوت بالسيراميك أكيد بيقدر يفوت بالسيراميك بيضويه هلأ سيراميك كتير عم يعملو لهم تريتمين جديد لا بيشربوا ماي وبينحطوا يعني بيقدروا يتحملوا بأكيد يعني بتطلع دغري ما بتعرف أنه يعني بعيد إذا هذا مضبوط ولا مش مضبوط حسب الكواليتي أكيد أكيد يعني في داخل بالبيوت بالمطاعم بكل شيء بالحمامات حتى كل شيء انتيري بيقدر الواحد يستعمل حتى بالفرنتشر وبالأكسيسيريز كمين هلأ جيل فيه كوسترز منافذ ديزاين عم يعملوا أشكال بنحطوا كله عم بيكون سعى وبلس هلأ بالماربل لأنه صار فيه تطور في السي أن سي وفي الليزر كتنج سو بيقدر الواحد هلأ فيه قصص مثل الفلوت بيستعملوا الماربل بيقدروا يعملوا حيطان شيء اسمه فلوت يعني بيجي هيك ادد أو بمبو ستايل بيتفرغ بالماربل كتير عم يعطي شكل حلو ووو جدا يعني بيقدر يعني كتير عندك مجال كتير كتير واسع بالماربل كأنتيرر أركيتكت تعالي عم بتحس الأشخاص عم بيكونوا شوي عم بيطلعوا من التقليدي عم بيطلعوا من من الكلاسيك اللي كانوا قبل عم بتحس أنه عم بيكون في جر قبل بيوت أكتر بس بعد أكيد يعني احنا بلشنا تعلمنا من الكلاسيك وطورنا لصرنا هون لأنه العالم ستحب كل شي خفيف ما بقى عم تحب كتير تشوف أصص عجقة بالبيوت بس كل شي صار خفيف بس تقيل يعني صارنا ايه اللي بدي عمل بيت حلو يا هيكي يعني لازم بيركز أكتر على البيسز الكاوتش لحالة الطاولة لحالة الكاربت لحال حتى الحيطان حتى لو كان الحيطان وايت بس بيقدر الواحد يحط هيك بيوتفل باينتين بيوتفل ماربل بيقدر هيك بيعطيش ساعات شكل حلو بالبيت فخامة عطول بتحس أنه في فخامة يعني سبقوا حكينا بيكزة ساكبت قبل عن طريقة التنسيق طبع الطاولات وطبع الفيرنتشر والكاربت عم نشوف قديش أوقات الفيرنتشر عم بتكون سيمبل بس عم بيكون الفلورينج أو عم بيكون البيينتينج أوفر أو الطاولة أوفر هؤل الطاولات عم بيقطعوا معنا هلأ مظبوط اللي كتير عم نشوف صح شفتي هون مثلا عنا بالتابل لاتسي جلاس وماربل سوى حلوة لأجرين ماربل وهي جلاس صح وعنا كمان شفتي كمان حتى كلما كان الماربل مبروم مثل الطاولة هوني كلما بيكلف أكتر لأنه هي بتكون صخرة وبتنبرم برم مظبوط بس بيقدر يعني بيقدروا يعملوا خدعات كتير يعني ساعتها بقلبها هول طاولات كمان طب مثل ما قلتلي كتير بيحملوا يعني والألوان أندلس والألوان أندلس أندلس لك شو حلو بس أكيد مش قارب بنحط حمامات حيطان أو حتى بالسالونات حيطان إذا واحد تخلطهم مع خشب بيطلعوا بيوتفل أو مع ميررز بيطلعوا كتير حلوين فاضعين عن جد شو بيعتوا بنحط لهم لايتنج معين هيك بيطلعوا كأنه شلال شلال ماربل يعني إذا بديك تسميه هلأ هيدا بس مش مين مكان بيقدر يفوت بهذا الشغلة بس أكيد بده واحد ديزاين بده عالي باز أو إن كان جاد وكمان عم نشوف السنك أو المخسلة من ماربل كمان صح فيها تكون كمان متما عم يقلك صخرة وبياخدوا من بارت ليعملوا من مخسلة كتير حليوين كتير حليوين أنا شخصيا عنده ضعف على الماربل يعني وين ما بشوف ماربل بحس باتاخد فيه بصير قاعدة عم بتطلع لو شو ما كانت تطلع على العروق وهيك ملت تطلع على بينتنج هي it's the same thing يعني خصوصا إذا كانت big slab يعني تصير تطلع عليها في كمان open book كل ما كان open book يعني بياخدوا العرق عكس العرق وقالة كبير بتريد تشوف فيها عن جد لوحة هيك بتبين كأن skull أو angel أو أي شيء حلوي حلوي وهلأ لفتلنا نظرنا على شيء أنا ما كنت كتير بركز عليه هي الإنار أو إضاءة اللايتينج اللي بتتخلهم أكيد أكيد هؤل كلهم يعني بيلعبوا دور أظهلاي لهيك ليبرزوا الماربل يعني علي موضوع شوفي ترانز جديدة عم بتحسون هيك عم بيطلعوا ريس انت هلأ أكتر تراند هلأ لكل عالم عم تروح ليه هو النود نود كالرز يعني مشترافرتينو الباج الجراج هلأ الوين عم ترجع كتير هلأ تراند يعني كل المود عم يكون وان تون البيت هلأ عم بيدخلوا شوية كالرز بالبينتنج بالأكسيسيريوز بهو الأوزات بس مين ليه كل عالم هلأ عم تتجه أكتر عم بيحبوا الماشي البوكلات أو كل شيء هيك ناتشر اللي عم بيحبوه العالم عم نلاحظ أنه الألوان عم بتكون هيك ريئة باج حتى عم بيروحوا على الأبيض حتى نحن نذكار عنا بالستوديو أبيض قد تحس الأبيض هالفترة يعني الأول أيام زمان كنت يقولوا ما بيحمل بس اليوم عم نلاحظ لقى تون تبع تريند أكتر شيء ومثل ما قلتلك ليه مثل ما أنتم عاملين يعني بيدخل واحد بالأكسسيريز أو بالبينتينج أو مثل ما كنا عم نحكي عن الماربل أو بالماربل لأنه بيعطي تقل ساعتها لهالأريا يعني مية بالمية علي تانكيو سوماش لوجودك معنا على الموضوع الحلو كتير اللي أنا شخصيا بحبه إن شاء الله مشاهدين هتكونوا حبا يتوش شكرا لوجودك هذه كانت فكريت ليفنستاير سنروح بريك صغير ونكمل